السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم متابعين في قناة جوتا توينز طبعا يا جماعة إن شاء الله الحلقة هادي بهدلة هتكون أنا يعني ما بدي أدوس في المقدمات وحابت بس أوصل معلومة كتير مهمة هالوقت أنت بتشتغل على قناة يوتيوب تمام تشغال وكل يوم بتعملك فيديو أحيانا بيأخذ معك يومين وثلاثة وفي النهاية بتنزله بصلاة 50-70 مشاهدة ومن هالقصص هادي وبتطلع بتنزل علان وفلان على أساس يجي يشترك في قناتك تمام وفي النهاية هيك مش هيتابع محتواك لأنه الاشتراك أجي بناء على طلب طبعا أنت متوقع أنه القناة مربحة بمعنى الكلمة خلونا بس نطلع من هان ونشوف اللي بدنا نوصله لو أنت لحظتوا هادي القناة فيها قديش فيها 2232 مشترك قديش والله الأربح تبعتها في آخر 28 يوم زي ما أنتوا شايفين 7.86 دولار في قديش في آخر 28 يوم قديش لما دقايق 42 ألف دقيقة مصيبة الشغلة قناة اليوتيوب لو بدك تعتمد عليها لحالها على أساس تربح من الإنترنت انت غلطان بتكون تنظرك هيك ما بتحقق دخل تبدك 10 سنين لما يطلع بإيدك إنك تجمع فلوس 100 دولار على الأقل عشان تقدر تقبضهم طب شو يعني حابب تضلك أنت على النقطة هادي هي هي حتضلك سابق حتضلك يعني تلف نفس الدائرة هي هي خلاص أنا يا جماعة اللي بدو أوصله مش إن أحطك قناة اليوتيوب مربحة بس مربحة وكتيش قناة اليوتيوب مربحة لما يكون فيها 10 ألف 20 ألف فما فوق هذا الشغلة الشغلة التانية لما أنت تكون اسمك عبقري في المحتوى اللي بتقدمه لازم يكون المحتوى مخصص لعلن يكون المحتوى تبع القناة مخصص 100% لو إجينا دخلنا على الإحصاءات خليني أدخل على الأرباح طلع لي هنا هي آخر سبعة أيام جديش في عندي 3.40 سنت أدربه أقول 3 دولار بدناش إياهم الأربعين سنت أو النص دولار 3 دولار في أربع أسابيع جديش بطلع عندي 12 دولار إيش بدو ما أسولك لـ 12 دولار يعني بتحطوك بضن 100 دولار في حوالي 4-5 شهور أجل إشي ويمكن أكتر كمان طب ليش يا عمي أنت الله ما عطيك عجل أنت الله ما أديك عجل ما أديك خلايا في مخك اللي تستوعد تقدر تعيش ولي تقدر تهيئ حالك ولي تكون مستقل ليش تكون هيك مجنون ليش يا عمي اشتغل في المدونات في البلوجر في المواقع في التصميم في الشغلات الزي هذه قديش المدونة بدا تأخذ معكم لما تنبني قديش احكيلي بدا تأخذ أسبوع بعد هيك حتصير تكتب مقالة المقالة أنت بتكتب لو نشرته على الفيس وعلى أنسته وهان وهان شوف قديش بتلم منه اتفضل يا معلمي اتفضل ايش في قدما كان بالصلاة عن النبي زي ما انت شايف هاي اليوم 11 دولار رفصة 77 اللي بدأ أطلعه في القناة اللي بدأ أطلعه في القناة طرح أقدر أطلعه في يوم واحد في يوم واحد من مين من المدونة طيب هل معنى كلامك يا أستاذ سعيد أنه أنا خلاص أسيب يوتيوب نهائي لا يا عمي تسيب الشيوتيوب يوتيوب أرباحه حلوة وأنا يعني بدأ أوصل لك أنه أنا من أكتر المستفيدين من قصة اليوتيوب يعني لو بنيت لقناة أو اشتريت لقناة تكون فيها 50 ألف 60 ألف مشترك أو اهتمت في قناة مبتدئة من البداية من النقطة السفر وبدأت هيك أشغل أزبط وضعي أكتب لي شوية مقالات معي شوية فيديوهات حلوة والناس تدخل على الفيديوهات بعدين تشوف المقالات تشوف قدش ممكن أقلم أرباح فهذا هو السيستم اللي أنا بديك تكون أنت عليه ما تضلكها زي ما أنت يعني القناة لو بديك تأسسها وتهتم فيها صح بديك أجل إشي أجل إشي إن كنت معلم 3 شهر وإن كنت بطيء ويعني ملكاش خلفية بديك سنة سنة ونص بالمئة سنة ونص تخيل سنة ونص إيش ممكن تسويه هتموت لا هتقدر تتفحق جنات ولا هتقدر أكل وشرب ونت وصهر وجصص وأعمل وسوي طيب تكتب مقالة بخمس دجايج خمس دجايج خمس دجايج بس أتعب بس شغل خلية مخك وإبدأ أنوي طيب يا جماعة ماشي هالوجهت أنا اللي بدأ أنوه إله أنا عملت لك قوائم تشغيل على أساس تقدر تستغلها صح ربح من الانترنت من خلال الهاتف أنت عندك هالوجهت هنا حتكون كل الفيديوهات مرتبة بشكل صح لتقدر تباشر العمل في الربح من الانترنت بجد بجد انت ركز على قناة اليوتيوب أنا طبيعتي لما بدي أجل أن أنشر فيديو كيف بأنشر أو إيش اللي بخلينا أهتم فيه أنا مش مطالع لربح من القناة لأنه عارف اللي فيها الربح من اليوتيوب صعب جدا أنا مش بدأ أحطك وفيه له إيجابيات الإيجابيات أنه أنا بقدر أجلب مشاهدات ومن خلال المشاهدات هذه أنا يعني بأدي ثقة للزائر أنه يدخل الموقع تبعي وهيك أنا بربح هذا أنا بتكلم في حدود المدونة واليوتيوب يعني لو إجيت دخلت الفيديو هذا مثلا طبعا زي ما أنتوا شايفين يا جماعة إجيت ضغطت هنا لو أنت طلعت أول إشي حاطت رابط موقع تاني إشي برضو رابط موقع تالت إشي هنا رابط موقع فها ممكن أكسب منها روابط هذه بس روابط موسوقة روابط عن جد مرتبطة في المحتوى في الفيديو نفسه عشان هيك بطر أحطها مش أطلع أشتت أمين الزائر دع على سماسماية لا لا بدأ أحطوله الإشي اللي يناسبه الإشي اللي هو اللي عن جد محتاجه فإنت لو التزمت في هيك إشي قصة الروابط والشغلات وإنت بتأسس قناة يا أخي وإنت بتبني في الفيديوهاتك اكتبها المقال بيأخدش خمس دجايك ضيف المقال والله ببعت الله ببعت الله بيرزك أما بدك تستنى لما تحججلي ألف ساعة ألف مشترك وأربع تلاف ساعة ابقى يجابيني ابقى يجابيني لو تحجج من القناة لحالها أرفحها كويسة مهما عملت مهما أقول لك لو نشرت الفيديو عند مئة ألف واحد إلا ممكن يصبط معك فيديو يجيب لك مئة ألف مشاهدة عشان يتحجج لك خمسين دولار طب انت عارف المئة ألف مشاهدة من البلوغ جديش ممكن يحققه بتخطه لألف دولار كاملات أنا عن نفسي مش مستعد أقول لك أقول لك جديش أربعي الحقيقية لكن قسما بالله العظيم إنه بتتخطى لأربع تلاف دولار بكتير بتتخطى بتتخطى لأربع تلاف والخمس تلاف أنا مش مديك بالملي فلي بدأ أوصل لك هي اشتغل على البلوغ اشتغل على البلوغ لجانب اليوتيوب هذه شغلة الشغلة التانية جماعة أنا ما بديش اتوقفه عند أو في حدود الربح من الانترنت في حدود يعني اللي هو البلوغ واليوتيوب الاثنين مربحين لو أنت استغلتهم صح لكن في أشغال تانية ممكن تساعدك في عندك الـ CBA الـ Evelate هذا العالم أنا حدخله من أوسع أبوابه رح أتكلم عنه من خلال الهاتف بس رح أديك طرق بسيطة وسهلة جدا لتقدر تحقق أموال ضخمة الضعاف اللي ممكن تحققه من بلوجر نفسه فأنا بس اللي بدأ أوصل لك هي أنه أنت حاولت صح صح وحاول تمشي صح حط قدامك هدف يا سيدي لما بدك تحضر أي فيديو في القناة سواء عندي أو عند غيري فنجان قهوة جهزتك وضفتر صغيرة أكتب النقاط لتفهمها بلاش تكتبها يا سيدي إذا طبق مباشرة لكن ما تنامش ما تجيش تحضر الفيديو وتطلع تزعلش مني في هالكلمة الأحمار اللي بيجي بطلع بيحضر الفيديو وبطلع وفي نفس الوقت نفسه أنه يربح من الإنترنت طب كيف بتيجي هادي فأنا اللي بدي إياي يا عمي تصحصح بالله عليك ما تضي وعمرك على الفاضي والله هذا اسمه ظلم وكفر كمان يريت يا جماعة أنا أكون وصلت الصورة وأنا يا عمي إذا جرحت حد في كلمة فأنا آسف فأنا بس حبيت يعني أوصل لك أنه أنت بإمكانك تكون تكون جد بني آدم بإمكانك أنت ما تنزلش لعلان وفلان بإمكانك أنت تلم فلوس فلوس حقيقية ماني ماني تمسك في إيديك ومن تعبك من شجاك أنت ما تجيش تقول لي أنا مدونتي بتجيش إلها الزيرات وأنت أصلا مش عامل ولا إشي أنت نشرت صح أنت التزمت صح في الفيديوهات أنت طبقت مية في المية اللي أنا وصلت لك إياه أو اللي غير وصله الله يعطيكم ألف ألف عافية والسلام عليكم